تجري الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جراحة عجلة لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحود بعد سقوطها من على درج سل منزلها تم نقل الفنانة إسعاد يونس مقدمة البرنامج الشهير صاحبة السعادة بشكل عاجل إلى المستشفى لإجراء الجراحة العجلة وهي الآن في مرحلة التعافي طلبت الفنانة إسعاد يونس من محبيها عبر صفحتها على فيسبوك الدعاء لها بالشفاء أشرف على إجراء الجراحة الدكتور عمر سليمان في مستشفى دار الفؤاد حيث تم إجراء الجراحة العجلة لها وهي الآن في مرحلة التعافي يذكر إن الفنانة إسعاد يونس كانت قد انتهت مؤخرا من تسجيل حلقة جديدة من برنامجها صاحبة السعادة والتي سوف يتم إزعادها ضمن احتفالات رأس السنة والتي سوف تستضيف فيها النجم محمد حمائي والتي من المقرر عرضها خلال يومي الاثنين والثلاث القادمين على قناة دي ام سي ويتحدث حمائي خلال الحلقة عن طفولته بجانب الحديث عن وفاة والده كما يتطرق إلى الحديث عن أعماله الفنية الجديدة اشتركوا في القناة